بارك الله فيكم و أحسن عليكم عمر يسأل عن تصغير بعض الأسماء التي عبدت لله عز وجل كعبد الله و عبد الرحمن و عبد العزيز إلى دحوم أو عزوز أو عزيز و غيره لا بأس بهذا لا بأس بهذا لأن التصغير إنما هو للشخص و ليس لإسم الله عز وجل و لا يخطر ببالي أحد أنه يريد بذلك تصغير إسم الله عز وجل إنما يريد تصغير هذا الاسم و لهذا جاء في بعض أسماء الرواة دحيم عند بعض رواة أبي داود مثلا يقول حدثنا دحيم كان معروف من قديم يعني فكان اسمه عبد الرحمن و كان ناس يسمونه دحيم فيقول حدثنا دحيم و دحوم و عبود لا بأس به لكن إذا كان فيه نبز بالألقام فلا يجوز لأجل نبز بالألقام أو التصغير للإهانة و التحقير كذلك مثلا مثل ما ذكرتم بدل عبد العزيق و العزيز مثلا هذا نوع منه يعتبر تنابز بالألقام هذا لا يجوز لأن هذا الإنسان يكره هذا النبز لكن إذا لم يكن فيه نبزا و ربما يكون فيه يعني تدليلا نعم تدليلا له بدل ما يقول عبد الرحمن يقول دحهم خاصة إذا كانت صغيرا هذا لا بأس